طالبان في ولاية باميان عقر دار الطائفة الشيعية في افغانستان تمدد تجاوز المناطق والولايات الى العرقيات والطوائف والمذاهب لعل هذا الانتباع الذي ترغب الحركة في ارساله رغم ما تعانيه من انقسامات داخلية ومواجهات لكن خبراء في الشأن الافغاني يرون في هذا التمدد رسالة مختلفة على معارض مشروع المصالحة في الداخل او دول الجوار ان يدركوا الان ان اضرار استمرار الحرب لن تتوقف على غيرهم وانما ستترق ابوابهم في اي وقت اذا فباميان الولاية ذات الغالبية الشيعية وسط افغانستان ليست محصنة امام حركة طالبان وبامكانها ان تدخلها من خلال ابناء باميان انفسهم فقد حمل هؤلاء من ابناء اقلية الهزارة علم طالبان وتحدثوا بلهجتها بل وتنكروا لقادة طائفتهم الشيعية لا توجد لنا علاقة بمحمد محقق وخليل لانهما مع الحكومة ويدعمان نظاما عميلا سيطر مسلح طالبان قبل عام على مدينة كندز في الشمال الافغاني بشكل مؤقت فبلغت الرسالة معارض مشاريع المصالحة المشاركين في الحكومة بان نار طالبان ليست بعيدة عن مناطقهم وفي اوج احاديث المصالحة في كابل يعلن عن وصول طالبان الى وسط البلاد ربما تقتل تفاعلات الحرب والسياسة في افغانستان ارسل رسائل الى الحلفاء يكون ظاهرها تحقيق تقدم للعداء هذا ما يستقرئه خبراء من مسيرة الحرب الافغانية سامر علاوي الجزيرة كابل